بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصحفي التركي إسماعيل ياشا يسأل من هو الأكثر أتى تركيا في تركيا الحكومة أم المعارضة للإجابة عن هذا السؤال أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية نشرت صحيفة طان التركية في عددها الصادر في الخامس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر 1938 شعرا بعنوان الكمالية وصف فيه الشاعر التركي المدعو أرهان أغليماز مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك بأنه إله الآلهة نعوذ بالله من هذا الوصف وزعم أنه صعد على عرشه في إشارة إلى وفاته في العاشر من ذات الشهر كما قال إن الكمالية دين جديد داعيا الأتراك إلى أن يفتحوا قلوبهم لهذا الدين الجديد الذي ادعى بأنه سيدخلهم الجنة طبعا لا شك أنها كلمات شديدة وخطيرة ولكن نتابع معكم ما كتبه الصحفي التركي حول هذا الموضوع يتابع إسماعيل ياشا لا أحد يروج لمثل هذه الأفكار الضالة اليوم في تركيا إذن الصحفي إسماعيل ياشا يتبرأ من مثل هذه الأفكار الضالة إلا أنه من الصعب للغاية أن يقال أن آثارها قد اختفت تماما بل كمالية اليوم تستخدم أقنعة مختلفة حين تعادل إسلام والمسلمين كالقومية والتقدمية ومعادات العرب والدعوة إلى الإلحاد وحتى هؤلاء الذين يقولون إنهم مسلمون يرى كثير منهم أن إسلامهم التركي يختلف عن إسلام العرب هناك قناع آخر يستخدم لمحاربة الأحزاب المحافظة والمتدينة وممارسة الضغوط عليهم وهو حب أتاتورك وهذا القناع كثيرا ما يتسطر وراءه مجرمون وفاسدون يحاولون الإفلات من المحاسبة والمعاقبة كما يستخدمه كتاب وفنانون وسياسيون وغيرهم لكسب الأموال أو الأصوات والمتاجر به ويناقش الرأي العام التركي منذ أيام مدى إخلاص هذه الفئة الأخيرة من الأتاتوركيين في حبهم لمؤسس الجمهورية وإيمانهم به يتابع إسماعيل ياشا قائلا منصة ديزني الأمريكية أنتجت فيلما عن حياة أتاتورك وشخصيته بتكلفة تقدر بنحو ثمانية ملايين دولار ووعدت بعرضه لمشتركيها في جميع أنحاء العالم في تشرين الأول أكتوبر القادم إلا أنها تراجعت عن عرض الفيلم لكافة مشتركيها نتيجة للضغوط التي مارسها اللوبي الأرميني في الولايات المتحدة الأمريكية وقررت المنصة الرقمية عرض الجزء الأول من فيلم أتاتورك فقط في تركيا على شاشة قناة فوكس التركية في التاسع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر في الذكرى المؤوية لتأسيس الجمهورية التركية الرد على رضوخ منصة ديزني أمام ضغوط اللوبي الأرميني وتراجعها عن عرض فيلم أتاتورك لمشتركيها في جميع أنحاء العالم لم يأتي من حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي أسسه أتاتورك ولا من هؤلاء الذين يسبحون ليلة نهار بحمد مؤسس الجمهورية التركية بل جاء من الحكومة وحزب العدالة والتنمية المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر شيلك وصف قرار المنصة الرقمية بالمثير للخجل كما ذهب النائب عن حزب ورئيس لجنة القنوات الرقمية في البرلمان حسين ييمان إلى أبعد من ذلك ليتوعد ديزني بفرض عقوبات عليها قائلا إنما ينال من أتاتورك ينال من 85 مليون تركي فيما أعلن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية أبو بكر شاهين عن فتح تحقيق بحق المنصة على خلفية قرارها مضيفا أن أتاتورك يحظى بأهمية خاصة بوصفه شخصية وطنية يتابع إسماعيل ياشا وسائل الإعلام المقربة من الحكومة التركية انتقدت صمت الفنانين المعارضين الذين يتظهرون بحب أتاتورك على قرار ديزني بلس خوفا على مصالحهم المادية وقالت إن قرار المنصة الرقمية أسقط أقنعتهم إلا أن هؤلاء ساخروا من استنفار الحكومة ووسائل الإعلام المولية لها للدفاع عن أتاتورك وقال أحد الإعلاميين المعارضين مستهزئا أشكروا منصة ديزني بلس لأننا حاولنا منذ أربعين سنة لنجعلكم تحبون أتاتورك ففشلنا ولكن المنصة الأمريكية جعلتكم أتاتوركيين في يوم واحد يتابع ياشا هناك قانون في تركيا يسمى قانون حماية أتاتورك وهو قانون يعاقب كل من يسئ إلى مؤسس الجمهورية التركية ويخيل للقارئ للوهلة الأولى أن القانون المذكور الذي ما زال ساري المفعول منذ عام 51 أصدرته حكومة حزب الشعب الجمهوري إلا أنه في الحقيقة من إنجازات حكومة الحزب الديمقراطي برئاسة المرحوم عدنان مندرس وكانت الحكومة أنذاك أصدرت هذا القانون لحماية تمثيل أتاتورك التي كانت تتعرض للهجمات ولم تشفع تلك الخطوة لمندرس لدى الجيش التركي الذي أسقطه بانقلاب عسكري في السابع والعشرين من أيار مايو 1960 وأعدمه وسط ترحيب الأتاتوركيين يتابع ياشا معظم الإسلاميين المؤيدين استغربوا استنفار الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية ضد قرار منصة ديزني بالاس الأمريكية بشأن فيلم أتاتورك وقالوا إن الموضوع لا يستحق كل هذه الضجة لأنهم يعرفون جيدا أن الذين يتخذون حب أتاتورك قناعا لإخفاء معاداتهم للإسلام والمسلمين والمواطنين المتدينين لن يرضوا عن الحكومة التي يقودها أردوغان حتى لو كانت الحكومة أتاتوركية أكثر من أتاتورك نفسه وأن أصل الصراع يتجاوز حب مؤسس الجمهورية التركية وعدمه إذن تابعنا معكم ما كتبه الصحفي التركي الشهير إسماعيل ياشا والذي تحدث عن قضية جاء عنها الكثير في الأيام الماضية في وسائل الإعلام التركية والعالمية المختلفة حول الفيلم الذي أنتجته ديزني عن مؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك والذي أثار جدلا كبيرا هذا الفيلم داخل تركيا وخارجها عندما أعلنت المؤسسة الأمريكية المختصة بنشر الأفلام أن توقف بث الجزء الثاني في تركيا وذلك تحت الضغوط الأرمينية التي مورست ضدها وكان اللافت هو تصدي الحكومة التركية بزعامة أردوغان لهذه الخطوات وليس المعارضة المعارضة التي تتمسح وتسبح وتقول أن أتاتورك هو ملهمها ومؤسسها وجدناها بعيدة كل البعد عن الدفاع عن هذه القضية إذن استعرضنا معكم ما جاء على لسان الصحفي التركي الشهير إسماعيل ياشا والذي تساءل من هو الأكثر أتات تركيا في تركيا الحكومة أم المعارضة أرجو أن تكون الصورة قد وضحت كما أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر